السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحيكم محمد نجم من شركة اوربكس في النظر من الأسواق اليوم وفق 3 يونيو 2020 فى البدا ينقذوا ان داخلاتنا بمؤشر الدولارréeً ense السيون0.30 بالاقرن من داخل المشكلاتار هامة ومقاومة دعمة هامة جدا لغاية أعتقد أننا سنشاهد موجة تصحيحية قبل معاودة المزيد من التراجع وفي حالة لكسر هذه المستويات ربما سنشهد المزيد من التصحيح إلى معاودة الارتفاع مرة أخرى عند مستويات 98 نقطة بالنسبة تدولات الدولار اندكس ننتقل سريعا لتدولات أخرى وننتقل تدولات اليوروب مقابل الدولار والذي ارتفع بطبيعة الحال نتيجة لها تدولات السلبية التي شاهدها مؤشر الدولار الأمريكي كنا قد نصحنا بالأمس بتغزيم مراكز بيعية من المستويات الراحة في فاصل 12 طبعا لأن تدول أعلى هذه المستويات ما زلت أنصح بالحفاظ على المراكز البيعية من أمان هذه المستويات في حال الصعود أكثر من هذا ربما سيكون لدينا فرص للتعزيز أكثر ولكن طبعا يجب الحفاظ على أحجام عقود صغيرة جدا للغاية حتى نتمكن من عملية التبريد والتعزيز طبعا المستويات الحالية التي نتحدث عنها في حال الوصول إلى مستويات الواحد فاصل 11 طبعا سيدعم هذا الارتفاع الذي نتوقعه لمؤشر الدولار الاندكس سيدعم الترجع أيضا ألمانيا تبحث وتزيد عملية التشاور حيال خطة تحفظية جديدة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد الألماني طبعا هذه الخطة طبعا سيكون لها تأثير كبير جدا على أداء اليورو بشكل عام سنتابع فيها فور صدور هذه الخطة ما سيؤثر على التدولات وكيف نستفيد من تلك التدولات الآن نحافظ على التدولات البيعية أعتقد هي الأفضل من أمام هذه المستويات باستهداف مستويات الواحد فاصل حداشر خمسين والكسر هذه المستويات سيدعم بين التدول من الأخرى إلى مستويات قرب المستويات الواحد فاصل عشرة هذا بالنسبة لتدولات اليورو المقابل الدولار الأمريكي ننتقل سريعا تدولات الدولار المقابل الياباني والذي اخترق بالفعل مستويات هامة جدا مستويات الواحدة والتمانية وارتفع بشكل عنيف بنتحدث حوالي إلى تمانين نقطة تقريبا منذ هذا الارتفاع أيضا بالأمس عشرنا إلى هذه المستويات وهي مستويات مقاومة هامة جدا لها الغاية وكسرها سيؤدي بنا إلى الارتفاع هذا المشاهدنا بالفعل أعتقد أنها مازال لدينا بعض الارتفاعات إلى مستوى 109.35 لإستكمال هذا الهدف بالنسبة للفترة الحالية هذا بالنسبة للتدولار المقابل الياباني ننتقل سريعا لتدولات المعدة الأسر والذي تراجع بالفعل وكان هناك هذه المناطق هيكات الأمل الأخير لإستمرار الانخفاض أيضا كان بالنظر إلى الإطار الزمني الأصغر على أداء المعدة الأصفر كان هناك كسل هذه المستويات وهي أيضا تدعم المزيد من التراجع الجدير بالذكر أن التدولات السلبية للمعدة الأصفر كانت بتتوازم مع تدولات سلبية لمماشر الدولار الأمريكي هذا يعني أن التدولات القادمة للمعدة الأصفر لن تكون بشكل جيد في الاتجاه الصعب أعتقد أننا سنواجه المزيد من التراجعات حيال هذه الفترة ربما أيضا مع ارتفاع الدولار الأمريكي ومؤشر الدولار إندكس سننشهد انخفاض أكثر أعتقد أن الهدف القادم هو مستويات الألف وسبعمائة دولار لأونس وأعتقد أننا في حال أيضا كسل هذه المستويات أعتقد أننا سنشاهد مستويات الألف ستمائة وسبعين مرة أخرى لتدولات المعدن الأصفر ننتقل سريعا للجنيل السليني وصدرت مشرات الخدمية والقطاع الخدمي هو قطاع عام جدا ومؤثر داخل المملكة المتحدة ارتفع بعض الشيء عن القراءة متوقعة التي جاءت توقع 27 نقطة جاءت القراءة بحقية 29 نقطة مازلنا القراءة سلبية ولكن أفضل من المتوقع نوعا ما القراءة العادلة أعلى مشاوة 50 نقطة طبعا هذه الفترة هي فترة عصيبة جدا على اقتصاد المملكة المتحدة الذي يعتمد بشكل أساسي على القطاع الخدمي ربابع في الفترة المقبلة سنشهد تحسن لهذا القطاع فور حيال عودة الاقتصاد للعمل مرة أخرى أعتقد أننا مازلنا أمام فرص بيعية مازلت أكد على هذا الموضوع يعني هناك فرص بيعية من مستوى 1.2640 ومستوى 1.27 مازلت هذه مستوى هي مستوى فرصة بيعية جيدة جدا للغاية لا ننسى أن صعود الذي شاهدناه خلال الفترة السابقة قادم بشكل أساسي من التربعات التي تشاهدها مؤشر در الاندكس وليس تحسن كبير في أداء السترديني ننتقل سنيعا وأخيرا لتدلالة النفط ولز الدول عند 6.36.35 دولار للبرميل هذه المستويات هي أيضا مستويات مرتفعة في الوقت الحالي خصوصا أننا لم نشهد عدد الاقتصاد للعمل بشكل كامل وبشكل أساسي في كل الدول ولكن روسيا تتحدث اليوم على أنه لا تعارض أي خطة لعملية خفض الانتاج في المستقبل هذا الخبر نوعا ما يعطي إشارة جيدة جدا للأسواق وفي اتجاه الارتفاع لأن معنى أنها لا تعارض أي خطة في عملية خفض الانتاج في المستقبل أن هناك خطة أيضا للخفض أكثر من المستويات الحالية كما نشاهد فأعتقد أن هذا سيدعم تدلالات النفط في الفترة المقبلة مازال تؤكد على أن اتجاه النفط في الفترة مقبلة عموما في الاتجاه الصعب بس هذا المستقبل 50$ مرة أخرى ومستقبل 40$ لليع برميل ولكن في الفترة الحالية أعتقد أننا لابد أن نشهد بعض التصحيح حتى نواصل معاودة الصعود مرة أخرى على أداء النفط هذا كان كل شهر لدينا خلال اليوم نتمنى لحضراتكم يوم سعيد إن شاء الله وهات الدولة مزرقية شكرا